لم تمر بضع أسابيع على وقع الأزمة السياسية بين لبنان ودول الخليج وما تبعها من انفراجة على صعيد العلاقات بين بيروت والرياض حتى اشتعل فتيل أزمة جديدة أربكت المشهد السياسي وسط مخاوف من عودة الأمور إلى ذروة الخلاف فمن أزمة تصريحات جورج قرداحي وزير الإعلام اللبناني المستقيل إلى أزمة المؤتمر الصحفي لما تسمى بجمعية الوفاق المعارضة المنحلة بحكم قضائي في البحرين الذي عقدته الجمعية في بيروت تحت عنوان تقرير حقوقي تضمن جملة من الاتهامات للمنامة ما حدا بالبحرين إلى إرسال رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى السلطات اللبنانية أعربت فيه عن أسفها لاستضافة بيروت مؤتمرا صحافيا لمن وصفتهم بالعناصر المعادية مؤكدة إرسالها مذكرة احتجاج بهذا الخصوص إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الرد اللبناني الرسمي لم يتأخر هذه المرة حيث سارع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى إدانة أي تطاول على البحرين مطالبا بفتح تحقيق فوري بما حدث وهو ما استجاب له وزير الداخلية بسام مولوي الذي تعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة وفي حين يرى محللون أن الضجة بشأن مؤتمر الوفاق مفتعلة بدعوى أن هذا المؤتمر ليس الأول من نوعه فإن توقيت عقده جاء في ذروة الأزمة مع دول الخليج ما أضفى حساسية كبيرة على الموقف اللبناني الرسمي ويعبر اللبنانيون عن خشيتهم من أن تشكل الأزمة المستجدة مع البحرين سببا مباشرا لإعادة إحياء الإجراءات الخليجية التصعيدية على لبنان بدل إيقافها كما كان متوقعا قبل أيام في حين يعتقد آخرون أن طريق حل حالة الأزمة التي مهد لها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وثبتها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جولته الخليجية الأخيرة لا تزال مستمرة إلا أن حسم القضية من عدمه لن يتضح قبل القمة الخليجية المرتقبة